أنا موجود في مستشفى السلع من سنة 2008 مستشفى السلع من أحد المستشفيات التابعة لمستشفيات الضفرة وبالتالي تابع شركة صحة مستشفى السلع القديم عبارة عن مستشفى قديم مبنى قديم بني من حوالي 25 سنة 25 سنة كانت السعة 2015 تم الانتقال مبدئياً شهر 10-2015 إلى المستشفى الجديد يتميز مستشفى السلع عن مستشفيات الضفرة أنه مبنى جديد، أجهزة جديدة، مستشفى الجديد تم افتتاحه رسمياً في 2016 عن طريق سنو الشيخ حمدان ممثل حاكم الضفرة لكن الحمد لله بمساعدة الكوادر الموجودة من الضفرة تم الافتتاح بسهولة وعملية العنايب المرضى بسهولة والحمد لله نحن نشتغل بالمستشفى كفريق طب متكامل قسم التمريض جزء من الفريق الموجود بالمستشفى قسم التمريض دوره الأساسي والرئيسي لإستقبال المرضى والعناية بهم وتقديم العلاجات وتنفيذ أوامر الطبية وبالإضافة إلى التأكد من سلامة المريض من سلامة الإجراءات الطبية التمريضية تقديم الرعاية بجميع أنواحها عندنا التخصصات موجودة من جميع التخصصات التمريضية عندنا الممرض العام اللي هو بشتغل بالأقسام العامة عندنا ممرض الكلة تخصص لحاله موجود عندنا ممرض العمليات كمان تخصص ممرض الطوارئ تخصص ممرض العناية المركزة تخصص ممرض العيادات تخصص في عندنا بعض الخدمات اللي منقدمها إحنا كتمريب تحت إدارة التمريب اللي هي خدمة الرعاية المنزلية للمرضى عندنا 72 مريض خدمة منزلية منقدم لهم الخدمة ونروح على البيوت منعمل لهم التقييم منقدم لهم علاجات منعمل بعض الإجراءات في البيوت منقدم لهم المواد اللازمة المستلزمات اللازمة لهم بالبيوت منقدر نحولهم على المستشفيات الثانية بالأمبلنس موام مرافقتنا أو نحضرهم للمستشفى بحالة أن الحالة بحاجة لمستشفى المميز مستشفى السلع الموظفين مستشفى السلع وبالذات التمريض كادر التمريض أنه إحنا أهناهم أنه يشتغل بجميع الأقصى مرات في إجازات طارية مرات في إجازات سنوية فبصير مثل نقص بالكادر فلذلك إحنا دربنا الناس اللي موجودة يعني عن مرض العيادات مستعد يشتغل بقسم الطوارئ بعد اجتياز وامتحان الكفاءات ممرض العمليات ممكن يغطي تحت بالطوارئ فهي يعني من المميزات اللي ميزت ممرضين مستشفى السلع